بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي القليل في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بيتكم البيت الكبير الحقيقة فترة طويلة جدا جدا كنت غاية فيها مع حضراتكم يمكن من قبل رمضان وحتى الآن ولكن قبل ما تكلم في أي حاجة قبل ما تكلم في مكسب أو قبل ما تكلم في خسارة عايزة أتكلم أو أبدأ مع حضراتكم نحن بننعي ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة المصرية الذين لقوا ربهم إثر حادث شرق القناة الإرهابي أمس خالص العزاء في شهداءنا الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في معركته ضد الإرهاب وأمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين وده زي ما حضراتكم شفتوا ده نعي قناة الأهلي بتنعي شهداء الوطن في حادث شرق القناة الإرهابي البلد دي دايما فيها حاجة حلوة البلد دي دايما فيها حاجة حلوة وأحلى حاجة في بلدنا إن إحنا دايما بنتكاتف أكتر في ظل الظروف الصعبة في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر بيها من إرهاب اللي شوفنا من 8-19 سنين ويشوفنا دلوقتي هتعرف أن هناك فارق كبير جدا جدا في كل شيء في كل شيء الحقيقة أولادنا وإخواتنا وأصدقائنا في القوات المسلحة والشرطة هيفضلوا هيفضلوا دايما بيفدوا نفسهم وبيفدوا أروحهم فداء لهذا الوطن عشان حضرتك تقدر تكون متواجد في بيتك وقاعد ومبسوط وآمن ومطمئن فالحقيقة بقاء والدوام لله ودايما الشهداء سواء جيش أو شرطة هيفضلوا دايما في قلوبنا وحنفضل دايما أو قدكم طبية أو كل الشهداء اللي بيقدموا حاجة لبلدهم هيفضلوا دايما الحقيقة رمز كبير جدا جدا للشعب أو لصمود الشعب المصري